ممكن أنه كاك مسعود الزعيم مسعود البرزاني يتحدث وجهة نظرة وليس بالضرورة هذه وجهة النظر تعمل بالتالي أكو تاريخ من النضال، أكو تاريخ من الجهاد، أكو تاريخ من المقاومة الأمريكان لم يأتوا من أجل عيون العراقيين في نظرة قراءة سريعة لعقدين من الزمن لسلوكيات وتصرفات وممارسات الأمريكان في العراق لا أحد يستطيع أن يقول أنهم قدموا شيء سوى القتل والحرمان والعقوبات والانتهاكات التي أصبحت سمة من سمات وسلوكيات الولايات المتحدة الأمريكية في العراق لم يقدموا مشروعاً ستراتيجياً لهذا البلد بل عمدوا على تأجيج الخلافات السياسية حتى الطائفية منها ودعموا منظمات إرهابية وهذا ثابت ما يحتاج إلى ذليل بالنتيجة أقول لم نرى من أمريكا إلا شرة رأي سياسي معين، نظرة سياسية معينة، نحترم كل وجهات النظر أما بعد دخول الأمريكان، هو تحدث كواقع السياسي يقول لك لولا الأمريكان بحديثة بتصريحها لولا الأمريكان ما كانت هذه العملية الديمقراطية كلها موجودة اليوم بالعراق وأنا سامح من جنابه جناب سيد مسعود البرزاني أنه إذا بغداد طلبت يعني غلق كل القواعد أنا ما عندي مشكلة يعني أنا مع أي قرار يتخذ في بغداد وهو نفسه سيد مسعود البرزاني رحب بالحوارات وإنهاء وجود التحالف فهذه موقفين يعني متناقضين عجيب يعني بصراحة الموقف الرسمي لسيد رئيس الوزراء اللي هو رئيس وزراء العراق والأخوة في كردستان هم جزء من مجلس الوزراء وجزء من المؤسسة التشريعية وجزء من المنظومة الدولة فبالتالي لو نتحدث كأحزاب ورأي الأحزاب هو لا يفسد في الود قضية ولكن غير منزم أيضا للجانب الحكومي ولا للمؤسسة التشريعية وإما نتحدث بطريقة وبسلوك الحكومة واللي ألزمت نفسها في برنامجها اللي مصوت عليه الأخوة الديمقراطية واللي اتفق معهم سيد مسعود البرزاني بإنهاء وجود التحالف هذا موجود في البرنامج والمنهاج الحكومي فما بدأ مما عدا هاي المجاملات السياسية تختص سحنا لو كردستان جزء من الدولة العراقية لو لا من حقهم أن يتحدثوا كما يشاءون